أنت تصير حاكم لازم تلاحظ مصلحة المسلمين حتى أخوك إذا ليس له الصلاحية لتبوء منصب ما لك حق تخليه فيه منصب لأنه هذا ليس أمر مرتبط بك هذا أمر يرتبط بالمسلمين إذا أنت عندك تجارة شخصية أشرك أخاك في التجارة الشخصية عندك بيت ملكك أشرك أخاك في هذا البيت أما إذا هذا من بيت مال المسلمين ما لك حق تميز أخاك على غيره لذا حينما أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام وزع بيت المال على المسلمين العابد ثلاث ذراهم يعطي له طلحة وزو بيت ثلاث ذراهم اعترضا ليش إحنا ثلاث ذراهم والعابد ثلاث ذراهم العدل في الإسلام هو هذا هذا بيت المال لكل المسلمين أنت من القريش من ساداتهم أنت إلك سبق في الإسلام هذه فضائل إن التزمت بالأوازمها وآمنت بالله واليوم الآخر وعملت صالحا الله سبحانه وتعالى يجازيك عليها أما هذا ما يجعل حقك أكثر من حقوق سائر المسلمين لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة